السلام عليكم لماذا يمكن وصف أسراب هذا الطير التي صارت واقعا عندنا بأنها فئران طائرة سأتي بالتفصيل لكن أبدأ وإياك بمشاهد من سلوكه العجيب طير اسمه المين الشائع يفاجئ بأفعال تصرف الذهن إلى التأمل في عبثها المتنوع مثل الفئران التي تفسد في أي شيء وملفت للانتباه بجرأته وأقدامه وبطشه كأنه من الصقور والجوارح رغم بساطة مظهره وحجمه ووزنها الذي يبلغ في المتوسط أكثر بقليل من 100 جرام هنا ينقض على ثعبان لو عظه بالنابلة صار هو الفريسة ورغم أن الغربان أكبر منه وتهجم على أفراخ الطيور لكن المين هنا وبجرأة يخلص فرخه من بين غرابين حتى ديك أكبر منه بكثير استسلم بعد أن أنزل رأسه على الأرض وبجواره آخر يتأهب للهجوء وهذا مشهد يوضح قوة ضربته حينما ينقضوا بقوة وكأنه من الجوارح وهنا من هجمه يطيح بطير حجل أكبر منه بثلاثة أضعف ويتركه يرتجف وقد يحدث في الطبيعة أن تنشب فجأة معركة فيما بين نفس طيور الميناء وليس معارك مع طيور أخرى هذا مدخل للتساؤل متى دخل هذا الطير وانتشر عندنا في السعودية رغم أنه لم يكن مقيماً فيها وليس من الطيور المهاجرة وما الأضرار التي يحدثها ولماذا تنبهت مبكراً بعض الدول كأستراليا في مجابهة انتشاره في بيئاتها خاصة الزراعية ولماذا تصنفه منظمات معنية بالحفاظ على الطبيعة ومواردها بأنه في قائمة أسوأ مية نوع غازي على مستوى العالم ولكي نتصور أبعاد المشكلة خاصة إذا زاد انتشاره وتكاثره في المزارع سأبسط لك مفهوماً يعرف بالطيور الغازية وهو منها هي أي نوع يدخل إلى غير بيئته الأصلية ويحدث انتشاره في المكان خللاً أو أضراراً بيئية واقتصادية وزراعية هذا هو المين الشائع من فئة الزرازير يتميز بأن غذاءه متنوع حتى القمامة بأوساخها يفتش أحياناً فيها ويأكل منها كان في مواطنها الأصلية في عاسيا بين إيران وأفغانستان إلى الهند وما حولها وجزء من الصين وجنوب شرق آسيا ونقلته قديماً دول كأستراليا وأدخلته إليها للاستفادة من فاعليته كمكافح حيوي للحشرات في البيئات الزراعية لكن أستراليا نفسها صارت أخيراً من أبرز الدول التي تنبهت إلى ضرورة مجابهته ومحاصرة بؤر انتشاره وسنت تشريعاً يحاسب من ينشره فيها وقد توسع انتشاره وتزايدت أعداده وأسرابه في العديد من دول العالم من بينها المملكة ودول عربية كان قبل 40 سنة تقريباً يشاهد في السعودية بشكل محدود في مدن ساحلية إنما حالياً توسع ليشمل كل المناطق ولو أخذت الرياض نموذجاً في إطار المشاهدات الميدانية من واقع أني أهتم وأرصد وأصور الطيور طوال عشرات السنين فكنت أشاهده بأعداد قليلة جداً قبل 30 سنة تقريباً في مزارع محدودة بشمال غرب الرياض أو في جنوبها في وادي حنيفة أما الآن فتشاهدونه في كل مدينة وكل حي وحديقة وعلى أسوار المنازل وفتحات نوافذها ويوجد في المزارع أحياناً بأسراب تعلن عن وجودها بصوتها الصاخب هذا فضلاً عن أن دراسات محلية حديثة أكدت أنه من أبرز الطيور الغازية في المملكة إن لم يكن الأسرع في الانتشار كان يستورد ويباع ويقتنى في إقفاص للزينة وقد يدربه بعضهم على تقليد الأصوات مثل الببغة وأرى أن أحد أبرز العوامل التي دفعت إلى سرعة انتشاره عندنا في المملكة ولم أجد ذكراً لهذا العامل في الدراسات التي اطلعت عليها ذلك الحدث الذي أشغل العالم كله قبل 20 سنة تقريباً بما سمي أنفلوينزا الطيور ففي تقديري أن الذين كانوا يقتنون طيور زينة ومنها المينة سارعوا خشة من الإصابة إلى أطلاق الطيور من أقفاصها إلى حال سبيلها ثم بدأت تتأقلم كطيور مقيمة مدخلة لتفرخ وتتكاثر وتتزايد في الانتشار من التجارب التي ينتظر الاستفادة من نتائجها أن هيئة البيئة في سلطنة عمان أعلنت عن حملة سبقت بها الآخرين وتركز تطبيقها الميداني خلال عام 2023 والغاية من الحملة مكافحة طير المينة مع غيره من الطيور الغازية وتتابعة الأخبار عن آلاف الأعداد التي قضي عليها في محافظاتها وكان المركز الوطني الميداني في مجال البيئة في سلطنة عمان عبر العدد 23 لشهر سبتمبر عام 2017 في مجلتها الوشق نشر تقريرا بعنوان جميل المظهر سيء المخبر من أبرز ما جاء فيه أن طير المينة يتسبب في العديد من الأضرار في الأماكن التي يستوطنها أذكر أبرزها مهاجمة عشاش الطيور الأخرى وقتل صغارها ويفسد بيضها ويحتل العشاش اللي يفرخ فيها أي عدواني تجاه الطيور المقيمة والنافعة النافعة في بيئتها المحلية ويؤثر سلبا على سلاسل الغذاء في أماكن تواجدة يخرب بعض المزروعات ويتسبب بأضرار على المحاصيل المزارعين خصوصا عندما تكون في طور النمو يأكل النحل أيضا ولذلك قل الناتج عند مربي النحل بشكل ملحوظ يساعد على نقل الأمراض والطفينيات والبراغين إمكانية أن يحمل طائر المينة فيروسات مسببة لأمراض لا تتوفر لدى الأنواع المحلية مناعة كافية لمواجهتها أتصور أن الحل عندنا لن تأتي به المبالغة في استغراق الوقت بالمحاضرات والندوات وأرى أن نبدأ أولا وسريعا بدراسات ميدانية لسلوكيات هذا الطير عندنا فقد تكون متغيرة ومحكومة بالبيئات التي يعيش فيها لا سيما أن معظم مناطقنا ذات طبيعة صحراوية جافة قد تجبره أن لا يتمدد بعيدا على العمران ثم على ضوء سرعة معرفة النتائج يحدد مدى أهمية المكافحة وجدواها حتى لا نخسر الميزانيات والجهود التي يمكن تجيرها لصالح ابتكار أو إيجاد حلول تتجه إلى التعايش مع طيور المينة كواقع ربما تكشف دراسة سلوكه أن أضراره في البيئة الصحراوية أقل من أضرار وجوده في بيئات أخرى لا سيما أن مساحة المملكة ولله الحمد شاسعة فتطلب أن تكون تكلفة المكافحة بأحوان